ويبقى معنا مرسل الحدث أسامة الكحلوت من دير البلح وسط قطع غزة أسامة تبعنا معك هذا التقرير وعملية نزوح جديدة بعد تهديد جديد من القوات الإسرائيلية لهؤلاء النزحين الذين نزحوا عدة مرات للنزوح مرة أخرى إلى مناطق يسميها تسميها إسرائيل بالمناطق الآمنة أنت كنت معهم وتحدثت معهم ماذا قالوا عن معاناتهم؟ وهل يعتقدون بأن الوجه القادم حقيقة آمنة؟ حقيقة غالبية العائلات التي نزحت أمس واليوم من المنطقة الوسط في مدينة دير البلح كان على لسانها فقط وين الروح؟ هذا هو السؤال الأبرز للجميع والمؤسسات والمسؤولين كانوا يقولوا أوصلوا صوتنا للجميع وين الروح؟ في ظل غياب أي مؤسسات تعمل على استقبال هذه العائلات في ظل ذيق المساحات في مدينة دير البلح الآن مدينة دير البلح فيها أكثر من نصف سكان قطع غزة تكدسوا في المنطقة الساحلية والمنطقة الضيقة في المنطقة الغربية من مدينة دير البلح بلدية دير البلح قبل أيام قالت أن في المدينة أكثر من مليون نزحوا من مناطق الشمال والجنوب والآن من الشرق إلى الغرب بعد تهديد الجيش الإسرائيلي لسكان المنطقة الشرقية من المدينة بالنزوح إلى المنطقة الغربية والآن هذه التهديدات لأول مرة تصل إلى المنطقة الوسط في مدينة دير البلح صباح هذا اليوم تعرضت المنطقة الوسط في مدينة دير البلح لقصف مدفع متواصل حتى هذه اللحظة وهذا القصف عنيف جدا نسمع دوي هذه الانفجارات من هنا من مستشفى شهداء الأقصى ونتحدث هنا على أن هذه المنطقة المقلاوة وهذه المنطقة التي تقع تحت القصف الإسرائيلي على بعد أقل من كيلومتر واحد من مستشفى شهداء الأقصى وهذا وضع خطير جدا في ظل استمرار القصف المدفعي في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على المنطقة الشرقية والمنطقة الوسط في مدينة دير البلح وهذه المنطقة وهذه المدينة هي آخر منطقة تلجأ إليها العائلات النازحة وتهرب من القذائب في مدينة خانيونس والآن تلحقها القذائب والقصف وإطلاق النار من طارات الكوارد كابتر في منطقة وسط مدينة دير البلح والجميع بات ينزح باتجاه المنطقة الغربية حتى أن بعض العائلات بدأت بالنزوح للمنطقة الغربية من منطقة الزوايدة هذه البلدة هي الأقل مساحة والأقل عمران والأقل عدد سكان في المنطقة الوسطى الآن فيها ما يقارب من ربع مليون نازح نازحوا خلال أيام القليلة الماضية باتجاه منطقة الزوايدة في ظل ضيق المساحات وعدم وجود مساحات ولا مدارس إيواء في مدينة دير البلح أسامة الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في منطقة دير البلح ولهذا يهدد السكان بالنزوح ولكن لماذا يوسع عملياته مرة أخرى في تلك المنطقة التي قصفها عدة مرات قبل ذلك ما الذي تقوله المعلومات حول عودة إسرائيل لتوسيع عملياتها مرة جديدة في منطقة دير البلح يعني هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى مدينة دير البلح ولكن لم يقول شيء عن ذلك ولكن في طبيعة الحال الجيش الإسرائيلي دخل كل قرى وكل مخيمات وكل مدن قطع غزة انتهى من مناطق الشمال انتقل إلى مناطق الجنوب سيطر بالكامل على مدينة رفح تحت إدعاء ملاحقة الفصائل وحتى هذه اللحظة نلاحظ الاشتباكات في مدينة رفح والفصائل الفلسطينية يعني تنشر وتقوم بنشر بيانات مختلفة يوميا عن استهداف الجيش واشتباكات تدور في مدينة رفح أيضا في مدينة خانيونس الجيش الإسرائيلي بات يسيطر بالكامل على المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس وسط اشتباكات ضارية مع الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة والآن توغل باتجاه المنطقة الغربية من مدينة خانيونس وهي المنطقة الغربية من شارع صلاح الدين وهذه المنطقة على تخوم منطقة المواصي والتي فيها ما يقدر قرابة مليون نازح الآن القذائف تلاحق السكان والأطلاق النار أيضاً باتجاه الخيام بشكل مباشر والآن في دير البلح منذ السابع من أكتوبر؟ نعم إذا كنت أسمع السؤال هل هناك منطقة في قطاع غزة لم تقصف من قبل القوات الإسرائيلية؟ كل المناطق قصفت من الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة ولكن نتحدث هنا عن الدخول البري فقط لأول مرة أن يكون هناك دخول بري إلى مدينة دير البلح الدبابات دخلت في المنطقة الشرقية والآن تقوم بقصف أبراج القسطل في المنطقة الشرقية وتتوغل والآن الدبابات موجودة على مقربة من شارع صلاح الدين الآن هذا الشارع خالي من السكان خالي من العالات النازحة خالي من مراكز الإواء وباتت الدبابات تقصف باتجاه المنطقة الوسط في مدينة دير البلح ونبقى معك في متابعة شكراً جزيلاً من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت كنت معنا شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر